منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وأعداد الشهداء ترتفع بشكل مرعب مشاهدين في اليومين الأخيرين في القطاع ارتفعت إلى أكثر من عشرة آلاف شهيد وارتكب الاحتلال تسع عشرة مزر خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها مئة الشهداء فالحرب المصعورة التي تشنها آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة تخلف وراءها آلاف الشهداء وكثيرا من القصص الحزينة فأهل غزة بشر لديهم حياة وأحلام وطموحات ومستقبل وعائلات كذلك لكل واحد منهم قصته الخاصة قصة من هذه القصص الكثيرة الإنسانية والحزينة كانت لامرأة فلسطينية تصرخ بعد نجاتها وطفلتها من القصف الإسرائيلي الذي طال المكان الذي أوت إليه معها وتقول إنها أنجبت طفلتها بعد تسعة أعوام من المعاناة والانتظار لتشكر الله على نجاتهم لكنها لا تعلم ما إذا كان زوجها قد استشهد الحمد لله على سلامتكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع مشهد الأم الخائفة سحر غنيم تقول ربي خليلك إياها وتفرح فيها وبالنصر يا رب فرج على أهلنا في فلسطين الحبيبة تقول سحر سوسا تقول تخيلوا لو سشدت الطفلة إيش كان صار فيها يا عالم قوة من عندك يا رب يا رب أما عقيلة فتقول هذه الأم تشبه فلسطين التي رجعت لها الأمة بعد ثباتها وبعد حرب ضارية وزارة الصحة الفلسطينية مشاهدين أفادت أن شهيدا فلسطينيا يسقط كل أربع دقائق بقصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر كما يعني أنه في كل ساعة يقتل القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين ستة أطفال وأربع نساء ترجمة نانسي قنقر